أعزائي المشاهدين ومشاهدي قناة الحياة أهلا بكم ومرحبا مع برنامجكم القرآن دراسة وتحليل نحن دلوقتي وصلنا للجزء الخامس في حلقات أو مجموعة حلقات الغرانيق الحقيقة في الحلقة اللي فاتت وصلنا للآية الخاصة بصورة النجم اللي بتقول أفرأيتم اللاتة والعزة ومنات السلسة الأخرى وبعدين بنقصين تلك الغرانيق العلا وإن شفعتهن لا ترتجى ووصلنا إن الآية دهيت جات في صورة الحج الآية بتاع صورة الحج بتنفي وبتنسخ جزء من هذه الآية بالدعاء إن الشيطان هو اللي ألقى في أمنية محمد بالجزء اللي في موجود في هذه الآية اللي بتقول تلك الغرانيق العلا وإن شفعتهن لا ترتجى لكن بصينا لقينا المفسرين دخلوا في تفسير الجزئية دي ونسخ الجزئية دي لأسباب كتيرة جدا علشان يحلوا مشكلة إن إزاي الشيطان يلقي في أمنية محمد نمرة واحد قالوا إن هذه الآية اللي هي آية الحج 52 نسخة الجزء ده وإن ده حصل لأنبياء قبل كده نمرة اتنين ابتدوا المفسرين يقولوا مرة يقولوا إيه دي كانت وسوس الشيطان فهنا بعض المفسرين ما قبلوهاش وإحنا ما قبلنهاش إزاي وسوس الشيطان في حاجة في وحي جاي من عند الله ناس من المفسرين التانين قالوا لأ ده الشيطان جاي قالت صوته فالمسلمين والمشركين سمعوا صوت محمد مختلط بصوت الشيطان فتعصر عليهم الأمر فسمعوا صوت الشيطان اللي هو شبه صوت محمد برضو ديد برضو إشكالية في الإشكالية الثالثة قالوا طيب احتمال يكون الشيطان أقرى محمد وهنا برضو تظهر الإشكالية المهمة والخطيرة لو أكره نبي من الأنبياء فكيف لم يكره بقية البشر فدي فين بقى الحماية الإلهية على نبي الله من إكراه الشيطان هنرجع للحلقة في الحلقة دي هنكمل بقية التفسيرات اللي قالها المفسرين بخصوص الآية بتاعت صورة النجم والآية بتاعت صورة الحج قبل ما ندخل في الموضوع نسيت الأخ مالك الفترة دي كلها وأنا اللي بتكلم لوحدي فبرحب ميت مرحبا لك يا أخي منك يا أهلين ميت مرحبا فيك وألف مرحبا بالأخو المشاهدين بعوضك على اللي فات لكن الكلام المداخل الحالي هي كانت عرض مكسف للي مر سابقا وهذا كان بيساعد على الاستمرار في الحلقة الحالية بالعكس شكرا طيب احنا قلنا ثلاث حاجات اللي هو الوسوسة والتقليد والإكراه طبعا الشيطان الشيطان العامل المشترك بينهم الشيطان لمحمد واسوس أكره قلب ايه التفسير الباقية اللي قالوها المفسرين بخصوص الموضوع ده حتى ما زال الشيطان الساعته موجود عنا بالصب المحاولة الرابعة لتفسير ما حدث كانت كمان هالمرة منسوبة للشيطان قالوا لبعض الشارحين ان الشيطان خدع محمد ان يظهر له على شكل جبرين وطلع عليه الآيات فرح محمد وستدرج وحكى هالآيات بتقولي الرواية الحالية ان شيطانا يقال له الأبيض حتى له تسمية كان قد أتى رسول الله في سورة جبريل وألقى في قراءة النبي تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى هالكلام موجود عن القرطبي والرازي هاي احد الأقوال لا محاد شرح اني هالمرة محمد ظن اني اخذ وحي حقيقي من جبريل واني جاء الشيطان يقال له الأبيض حتى تسميته يعني اللحظة مو في النظر أبيض أبيض يعني شيطان أبيض يا شوطانا يسود يا أبيض فنوم شيطان أبيض وأخذ شكل جبريل وظهر لمحمد وتل عليها الآيات على هذا التفسير الرازي لما بيورده ما بيستسيغه فبيقول إذا كان قادر الشيطان يظهر لمحمد ويهمه اني هو يعني هيك اني هو جبريل فما تمكن بمناسبة تانية يكون قادر يهمه طبعا فمجرد ما أني نقبل هالجزئية بخصوص هذا الجزئ صار في عنا شك عكل شي حكام محمد اني ممكن يكون ظاهر في الشيطان الأبيض فهذا يعني التفسير ما زال يعني المحول الرابع لتفسير محادث قبل ما نحن نرفضها علي مثل الرازي رفضها فما زلنا نحن في طار غير مفهومة يعني حتى عرضها الرازي وفي نفس الوقت رفضها يعني مجرد ما طلعت من فمه يعني وصلت لعقله ما قبل أني فيه شيطان يكون قادر على التمظهر بشكل جبريل ويخد أم محمد بهالبساطة بالزبط لأن على حد قوله أنه ممكن كل الآيات يظهر يظهر له جبريل ويقول أنه هو ده جبريل ويطلع خلاص يصف كل شي يعني بالزبط بالزبط طيب ده الخدعة بتاعت الشيطان فيه هالمرة رحنا بقعدنا على موضوع الشيطان يعني الشيطان خد المساح الأكبر من الأصل ست محاولات لتفسير ما حدث الشيطان يحتل أربع احتمالات المحاولة الخامسة لتفسير ما حدث بيقول أني محمد محمد حكي الكلام بزلة لسان يعني هو كان بيطل القرآن فزل لسانه وتكلم في هذا الكلام تقول الرواية كان محمد عند المقام فنعس وجرى على لسان هاتان الكلمتين و كان موجود عند المقام فقريب من الكعبة حتى مو بالاجتماع فنعس وجرى على لسان هاتان الكلمتين أني هو كان نعسان ومرحق فحكى فحكى بدو تركيز فجرت على لسان هاتان الكلمتين تخيلي أني محمد طيب معلش يقولها عند المقام يروح يقولها تاني وهم بيحلوا المشكلة ما هو إذن ما لو هو زلت لسان عند المقام أنا وافق لكن لما رايح بيقرأ قرآن واستخدم هذا القرآن يعني الآيات الأولانية دي موجودة دلوقت حاليا في القرآن عندي أو في المصحف عندي إذن هو كان مصمم والسؤال مهم هو أني ما دام هو كان ناعس وزل في لسانه طب الناعس بعد دقائق سيكتشف أنه هو زلت لسان بالزبط؟ ممكن أن حاليا ألقي كلام معلومة غلط على المستمع زلت لسان بس أتدارك بالزبط؟ يعني أما إذا ما تداركت يعني أنت رح تذكر أني لا هي زلت لسان رح يعني تصحح حيلا فإذا أنا كمحمد إذا زل في لسانه وما اكتشفني هو زل لسانه لما شاف الناس عب تسجد والقراشين عب يسجدوا وليس ما اكتشف برد ومبسوطين وعب يقولون له أنت يعني خلاص سكر آلهتنا بخير والآن أصبحنا معك ونحن تمام معك وليس ما اكتشفش وليس هو ما اكتشف فإذا ما أحد نبهه فتصرف الحاضرين المفاجئ مفترض هو اللي يعني يكشف ينبه طب بناء على النص هذا الحجة سأخذ المفسرين هذا الآية بصورة الحج 53 وقالوا ما دام أني محمد نعس وسهى فمعناته أني استدلالا فاستدلوا على أن الأنبياء يجوز عليهم السهى والنسيان والغلط بوسوس الشيطان أو عنده شغل القلب حتى يغلط إن إذا كان واحديك شارد أو مجغول أو محمول بموضوع معين نعنى أني وسوس الشيطان يزل لسانه وحطنا عنده شغل القلب إذا كان يفكر أو كان مرهق أو كان يفكر بأي موضوع فتحيلي أني محمد أني زل لسانه هو ما اكتشف ولكن كل شيء صار حوالي ما يجعله يكتشف فهذا النقطة عقليا مرفوضة يعني فنحن ما بنستسيغى خصوص أني مثل ما خبرنا المرة أني الموضوع صارت مرت عليه أيام وصار الخبر من الحباشة وناس رجعت رازي بيعترض على هالكلام ولكن مو من منطق أني هذا مرت عليه أيام من منطق آخر أني أقول للرازي أني إذا محمد أعمل هالغلطة الخطيرة وهو ساهي فرح تزيل استقر بكل شيء بكلامه بالضبط لأنه حيسه على طول تاني شيء عنده سؤال تاني أني الغراني يقول على أني هي نفس الوزن الآية فعمل ما أقول يسهى ويحكي بنفس الطريقة يعني الشعرية بنفس الطريقة بنفس الموسيقى للآية نفسها أو من نفس القرس صح يبقى واحد منتبه منتبه ولكن دعينا أنهم منتبه نلغي هذا الجزء أني ما منتبه نفترض أني زلت لسان بزكاة وحكاها بموسيقى معينة مطابقة للوزن طيب هم عنده نقطة تانية أني لو قبلنا عليه هذا السؤال بهالأمر الخطير فرح تزيل استقر بكل شيء حكاة طبعا صار كل شيء في موضوع تسأل فالرازي برفضاء لأنه هذا رح تطعم في صميمة يعني مصداقية محمد أيه بينما نحن طبعا نرفضناها لأنه مي مقنعة لظروفة تاريخية في أيام استمرت وغير كده أنه بيقول أنه الزلة دي حصلت عند المقام بينما الحدث كان في ندوة في ندوة وموجودة يعني فيه فترة زمنية فمش معقولة الزلة دي ماشية بالبطء لغاية تفضل فكل يعني يعني كل المعطيات بترفض يعني قبول تفسير الحالي أني زلت لسان والرازي برفضاء كمان كعالم مسلم كمان برفضاء يعني يعني خداء ولا زلت لسان كلما في الموضوع الحاضرين كان محمد عبي يحكي فتوهموا الجميع أن يسموها للنص توهموا ووهم كلهم 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 على المستوى يعني واحد يتوهم أوكي أوتنين مسلمين ومشركين سبحان الله والغريب أني لما توهموا وسجدوا محمد ما قالوا شو عب تعملوا شو صير معكم يا جماعة هو ما سألوا ده هو سجد هم سجدوا طيب هو لما سجدوا سجد المسلمين مفهوم ولكن لما سجد المشركين وقالوا له أنت زكرت أليتنا بخير ما كان قلوني يا متوهمين شو صار بالزبط أنا ما زكرت أليتكم بخير بالزبط الرازي كمان ما ضغطت بمخه هاي المقصة قالوا لا يعني الرازي اعترض على هالحج الموضوع كان عنده أكتر من ثلاث أسباب بتخليه يرفض هالتبرير السبب الأول أني الواحد بتوهم الأشياء المتعود عليها يعني مو موضوع جديد السبب الأول أني الإنسان بتوهم الأشياء المتعودة يعني عليها وهذا موضوع الشفاعة الأصنام ما محدا متعود عليه سابقا التاني أني كان ممكن يقبل هو التوهم مثل ما أتي قلت تفضلتي من الدقائق ولكن لو حدث للبعض أما للكل وبنفس الساعة وبالتفاق وهو عدد كبير فهذا يعني ما مو مقبول أقول السبب الثالث أن الآية بتقول أن ما حدث كامل الشيطان بالزبط الآية 52% الحاج الآية 22% الحاج ما حدث 52% الحاج من الشيطان طيب ولي جرى جرى وهم جماعي بس من الآية بتحكي عن شيطان عن موضوع القاء الشيطاني بالزبط مشوح فهل بالنتيجة يعني الآية تشير إلى شيطان ويتعرض مع فكرة الجماعة الآية أني لو حدث لبعض كان أمر مفهوم وما للكل فهو مقنئ تاني شيء الناس ممكن تتوهم الشيء المتعودة عليه بس هذا موضوع ما متعود عليه من محمد يعني أنا ممكن أتوهم أني أنت مثلا حكيتي نص ما معين متوقع منك فرضا مثلا تتحدث باللغة العربية أتوهم منك نص ولكن ما أتوقع مثلا منك أني تحكي فرضا عن علوم الكمبيوتر مثلا أتوهم منك مثلا تحكي لها موضوع معين بعلوم القرآن أتوقع لأنه منك أما أني تروح على موضوع غير متوقع منك لا يمكن أتوهم بالزبط هذا فهذه القصة بالنسبة للرازي مرفوضة لأكتر من السببب يعني لا يمكن الجماعة ككل تتوهم ولا يمكن والآية بالذات أن تشير إلى الشيطان لا تشير إليه وهم جماعين شكرا يا أخي بس يعني في جملة يعني في الآية صورة الحج اللي موجودة في صورة الحج اللي بتشير للشيطان والآية اللي بتشير للغرانيق مش ملاحظ حاجة كده إن صورة بتاعت صورة النج هي صورة مكية وصورة الحج صورة مدنية فهذا بدل على نقطة على أن الحج رغم أن هي صورة مدنية ولكن كونها تشير إلى حداث في مكة فإنهي معتها الآيات مكية فهذا بدل مرة تانية على أن يجمع القرآن لما صار من عد أن أسقط ووضعون الناس الخلمنسوخ واحتمال ما كان فيه حاجة للناس الخلمنسوخ يحطوا وضعوا حتى ترتيب الآيات بطريقة غير مدروسة في نوع من العشوائية في المستقبل سنطرخ لموضوع الترتيب القرآن سنكتشف نمازج مثل هذا النموذج أنه لدينا نصوص آيات مكية موجودة في صور مدنية وعندنا أيضا آيات مدنية موجودة في مكية لأنه اختلاط أحداث اتفقنا سنعمل لها حلقة مخصوصة طيب أخ مالك من العلماء المسلمين في حد اقتنع بالحادثة دي ولا ناس رفضتها الحادثة المسلمين الأول لما مروح مثلا سيرت ابن هشام وابن سحاق كان يسكروا بطمأنينة يعني تقريبا ما حال يعترضوا عليها أي القصة عمليا كانت تقريبا العلماء المسلمين كانت مقبولة بس بعدين بعد مرور يعني عشرات السنين أو مئات السنين صار الإسلام قوي وصار في تصورات عن النبي يعني أكبر من حقيقتهم فصار بديت يعني يرفضون ففي عنا بالموسوعة القرآن اللي صرت الجامعة تبريل موسوعة القرآن بالجزء الرابع بتقول أن القصة بدي الأطراض عليها هاي الموسوعة بتقول عليها أني لما وصلوا المسلمين لمفهوم العصمة عصمة محمد هذا كان غير مفهوم معروف بالقرن الرابع حجري حسب تحليل الموسوعة بدي اللي علماء المسلمين يرفضوا القصة أنا جاريت الناس اللي اعترضوا اللي اعترضوا يعني على الأقل متأخر يعني على الأقل 300 سنة كان ناس تحكي القصة وما تعترض عليها من بعد القرن الرابع حجري حسب تحليل هاي الموسوعة بدي الأطراض على القصة صحيح أني صار ناس تماتل استسيغة محمد معصوم لا يمكن يكون تدخل في الشيطان وبدي اللي علماء المسلمين يعترضوا على القصة وما زال طبعا الأطراض قائم حتى العصر الحديث آه يبقى الاعتراض حصل ما يمكن من بعد 300 سنة على الأقل حتى ربما أكتر يعني والناس اللي موافقين عليها كان من القبل ما كان معتبرنا مشكلة ما أصلا يمكن عادي كان قصة يعني ما مستغربين أصلا طيب اللي قبلوها دول قبلوها التبرير بتاعهم لا اللي قبلوها يعني ما فكروا بالبداية فيها بقلق لما كان يروي القصة كان يبدو معتبرينها يعني إيمانيا ما ما أشارت لهم بهذا زي الأمور كلها بديت بعد قرن الرابع حجري لما كان المسلمين بيعتقدوا أني لازم كن نبي معصوم فصار يوافو أما اللي قبلوها يعني اللي قبلوها في منهم قبلوها بعضهم هاي كانت خطة استراتيجية من الله للبشرية إيش الخطة الاستراتيجية للبشرية مروح الميزان للطباق الطبائي هو مفسر الشيعي بيقول أن لهذه الإلقاءات الشيطنية مصلحة هي مصلحة وهي أنها محنة يمتحم بها الناس عامة عسا أن تكره شيء لا هي محنة حتى يعني لا أنا أنا أتكلم يعني والامتحان من النواميس لهي العامة الجاري في العالم الإنساني ويتوقف عليها تلبس السعيد بسعادته والشقي بشقائه وفتنة يفتتم بها الذين في قلبهم مرض والقاسية وقلبهم يعني هاي محنة إذا أنت قلبك قاسي نعرفك يعني مصفة نعم عملية تصفية النهائية فهي المحنة موجهة للمسلمين وغير المسلمين أي هاي هذا اللقاء الشيطاني اللي صار هو حدث ولكن إله سبب أنه هو محنة رح نكتشف المؤمن ومين يعني المين في قلبه مرض والقاسي قلبه ولي مو قلبه مرض ومو قاسي قلبه بيبقى مطمئن وما بيبشر بأي قلق من يعني بيبلي صار مع محمد ولي الشك وأي شخص شك فهو في قلبه مرض لا يجوز يعني إذا أنت شكيتي فأنت قلبك قاسي وفي قلبك مرض من الله يحط لي حجرة كبيرة قدامي كده ولو أنا هتكعبلت فيها يبقى أنا المشكلة مني طبعا مع أنت في قلبك مرض هذا أمتيحان يكتشف يعني المشكلة كبيرة وغير مرئية نعم وغير مرئية فإزاي أنا يعني زي واحد كده يعني سوري ضرير وحد ده حط قدامه جمل وهو ماشي يبقى لعب فيه هو علشان يشوفه هو ضرير ولا مش ضرير فالأسف هو هيك يعني المحول للتبرير طب وإنت الرأي كيف يعني يعني هو يعني السؤال إذا كان فيه تجربة وقع فيها حدا فهي التجربة في الحقيقة المفترض وقع فيها محمد لأنه المحمد هو اللي كان يعني الكلام قلوه ألقي على لسانه فإذا فيه شخص جرب وليكتشفه قلبه مرض أو قاسي قلبه فهو معنا اختبر ما النطق في هذا النص وبالنتيجة وكأن يعني مو المسلم العادي ولا الإنسان العادي الإنسان العادي هو يعني هو مصدق أن هذا رسول الله صح مفترض صدقه بكل أقواله بالضبط ما لازم يشيك فيه اللي يقوله في القرآن يعني صحيح فهو معناتها محمد اللي ممكن نقول أنه هو الذي أعرض للتجربة صح فمفترض يعني مقبول هالكلام النقطة يعني يعني كمن لقاء الشيطان أو التجربة البشرية لازم تخلي المسلمين يسجدوا ويرتدوا طب يعني وليش الفخ يقع في المسلمين للارتداد وفين رحمة الله يعني وين الفخ إذا أنا جاني إعلام من الله يقول لي أن هذا الصنم شفيئ لي وأنا رحت لعن هذا الصنم شفيئ لي ومن مين من محمد بالضبط أنا إذا كنت مؤمن في محمد وجاني محمد قال لي هذا الصنم شفيئ شفيئ وأنا رحت للشفيئ فأنا ما عملت شي غلط بالحكس أنا أنا مؤمن أكثر يعني مني اللي رفض الفكرة أنا ما شكت بكلامه فهل مع ذلك يبقى يعرضني للمخاطر أنا برأي هو التبرير يعني ما مقنع لأنه لأنه مسكين اللي يعني بده يعني يشك بيكون طبعا طبعا طيب في الآخر أخي مالك ممكن بقى يعني قدامنا خمس دقايق بس لأن إحنا خدنا في خمس أجزاء فممكن المشاهد يعني يكون شتى هنا شتى يمين أنا عايزة تلخص لنا النقطة دي عشان يتضح لنا أهمية الأمر ده بالنسبة للقرآن وبالخصوص بالنسبة للنسخ النص أني نحن الحادث اللي جرت هي حادثة حقيقية لأنه كل التفاسير لتبريرها كانت غير مقنعة وأغلبيتها كانت مفسيرين نفسهم غير مقتنعين فيها مثل موضوع خدعت الشيطان مثل موضوع تقليد الشيطان أو حتى موضوع مثلا أني زلت لسان أو أني أي تفسير قدمنا كان أرضا للشيك حتى مقبل المفسرين الحدث الثابت أني قريش فرحيت متواطر هذا خبر أول الخبر الثاني أني كمان مهاجرين من الحباش يرجعوا فأذن الحدث مهم الثابت الأمر الثابت اللي ما فيه اسمه اعتراض أني مثل ما بيقول القرطبي فالذي في التفاسير هو هو مشهور القول أن النبي تكلم بتلك الأفاظ على ليساني يعني هذا أول الشيء للموضوع أن الموضوع على ليسانه هذا أمر قاطع الجميع متفقين على أن يتكلام موضوع على ليسانه النقطة الثانية أني محمد بعد ما عمل هالمخطوة الاستراتيجية منه ليكسب المسلمين أو ليكسب المشركين اكتشف أنه خسرته مسلمين وخسرته هايبته فقرر يتراجع بعض العلماء كانوا من الزكاة فهموا الأسباب ففيه يجي بالطبري يقول أنه قال بعض الجحال أن محمد لشدة حرصي على إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من عنده نفسي ثم رجع عنها فيه من المسلمين قال أنه محمد أدخل من عنده نفسي هذه الكلمة ثم رجع عنها أنه بعض الجحال الرازي اعتبر أنه الجحال بس ما ذكرنا اسمها الجحال بشكل المعاصر حاليا في لحظة المعاصر في باحث الوميول الإسلامية ناول هالخصة وعطرف فيها وقدمنا تفسير سياسي عنا وقت نحكي عنه دقائق أظن دقائق نحن نحن طيب هو رح ناخد الاستشهاد هو موجود لحسن حنفي بكتاب الإسلام الحداسي موجود الاستشهاد نقلنا عن كتاب زيني التحريم بيقول أني من ما ورده بخصوص الآية الشيطانية الصحيح ومن بين الأسباب نزول أن النبي كان محمد كان يحمل الهم الوحدة الوطنية فهذا هذا الاستشهاد رح نحاول نختصره وأنه هو أني النبي ومع المشركين فجاء المشركون فجاء المشركون إلهي بعرضهم جيد وأنا أتكلم عن الرسول كرجل سياسي وليس كنبي أن الرسول كسياسي قاله مشركين تعباد اللات والعزة السنة فأنفوه فكهو رسول مع هذا المعرض وقال بيناعي نفسه أن هذا العرض بشكل جيد أنا كزعيم سياسي وأحقق لي مصلحة مؤقتة مع العدو وماذا يعني لو أنكرت اللات لو ذكرت اللات والعزة لمدة سنة وهدث ومغير بعد ذلك هناك كاتب معاصر يعترف ويقر بأن الموضوع حدث ويقوله الدوعي السياسي وميز بين النبي يعني الدافع الحقيقي مباشرة هذا هو الدافع الحقيقي اللي هو بسرعة كده أمر سياسي ومحمد اكتشف جمالية الآيات النسخ وبده ينسخ يبقى احنا كده خلصنا موضوع الغرانيق العلا يعني اخذناه في خمس تجزاء وأنا بشكرك أنت تعبت معنا كتير جدا جدا على هذه الأمور عزاء المشاهدين احنا بنشكركم جدا أنكم ظليتوا معنا في هذه الحلقة أو الحلقات الخاصة بفكرة سورة النجم وصورة الحج 52 واللي فيها أن محمد قال حاجات مهمة جدا على أن في شفاعة للأصنام وصورة الحج نفتها تماما الحقيقة المفسرين راحوا في حيس بيس بخصوص هذا الأمر لأنه فعلا يشكك في نبوة محمد أرجوكم تتفرجوا على الحلقات كلها ما تتعديش منكم حلقة واحدة عشان تعرفوا إزاي الشيطان ألقى على لسان محمد لكن أنا عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا في الكتاب المؤدس الرب يسوع قال من فضلة اللسان من فضلة القلب يتكلم اللسان يعني القلب لو في حاجة كويسة هيطلع نفس الكلام على اللسان كمان قال على الرب يسوع في المزامير في العهد القديم قال أنه أبرع جمالا من بني البشر انسكبت النعمة على شفتي الرب يسوع انسكبت النعمة على شفتي شكرا جزيلا نشوفكم في الحلقات القادمة سلام وشكرا شكرا للمشاهدة